الى جانباب جياني انفنتينو ورئيس فيفا ورئيس ايضا الاتحاد الاسيوي سلمان طبعا عندنا يوسف عبدالرزاق والمعز علي واكرم عفيف في الامام في تشكيله ثم في لبنان مصطفى مطر حارس مرمى سين الزين عليمين نصار النصار علي السولافي عليك ساد امالكي نور منصور قاسم الزين في وسط الملعب علي طنيش وليد داب اشوف واجهة الوحيدة فيما بين المنتخبين للمنتخب القطري اكرم عفيف معز علي مصطفى تجاوز اثنين من اللاعبين التاريخية ان يضيف للمنتخب اللبناني مع الهدبي كرة عممية للمعز علي والمعز فرصة وكرة هدف اول هدف اول للوصول الى دوار متقدمة في البطول الاسيوية في العام الماضي كرة تصل عند بيدرو ميجيل عبد الرزاق مع اكرم عفيف تمريرة الرد طويلة طويلة من اليمنى حسين ابن الزين يلعب كرة محاولة للمعز ضربة زاوية لمصلحة لبنان وعرضية خطيلة والمهدي علي تدخل وكرة لبنانية طالت وراحت لمصطفى مطر يرسل كرة الى خارج ارضية الملعب ضربة تاب ليس لديها اي انتصار مالكي يرسل كرة طويلة الى الامام تغطية في بطولة تاب اسيا المأمول راحت تاب الكرة في المرتدة محمد حيدر يبدأ ان يلعب كرة امامية في محاولة للوصول لمرمض لبنان كرة من جانب باد اكرم يلعب كرة الى الامام محاولة رأسيو جلد اجرادي امام التغطية مرد اباسل تخب اللبناني يبحث عن الوصول وكرة من مساف الى جانب الهيدوس ثلاثي في وسط ملعب المنتغ من جانب نصار يفتكل الكرة نصار في خط المقدمة في تشكيلة لبنان كرة تصل امامية وعنده معتوغ خطير معتوغ خطير معتوغ وفرصة للبنان والتصويب يامر اكرم يبحث عن تصويبه ممتازة ومحاولة قطرية والكوردم الى الامام ما زالت خطيرة عويلة جدا في هذه النسخة كرة عند باسل اجرادي المعز يحاول فرصة مرور كرة يمرر عفيف الامين كرة قطرية عبدالعزيز حاتم على اليمين محاولة للمرور والفرصة عند مين يوسف عبدالرزاق عرضية خطيره الثانية والثلاثين من زمني وانطلاقة سريعة يوسف عبدالرزاق الهيدوس يلعب العرضية وكرة فرصة فيها مرور وتصويبه وكرة وحاول يمرر وفرصة خطيرة خطيرة جدا خطيرة جدا لكنها لم تمر لم تمر ليرا احمد فتحي طويلة وامامية لكن وفرصة عند محمد وعد امامه تغطية كنترو لعبي المنتخب اللبناني في العمام ورأسية خطيرة وكرة تمرير بيلية يوسف يحاول طالت على لا هناك لا وجود احد فقط مع توق يوسف يحاول عرضية حاضرة والتغذية عرضية ومحاولة وكروه عيو فريقي اللي يحضر قايل لكم قايل لكم هو اللي بيسجل قايل لكم هو اللي بيسجل اكرم عفيف حط الكرة وتقدم للعنابي يا سلام على كرة يا سلام على كرة يا سلام على اكرم حط الكرة على يسار مصطفى مطر وتقدم للعنابي حطى بعد تمريره من المعز يا سلام على الركناب ركناب في المكان الصح في الزاوية الصعبة اكرم عفيف سجل لقطر الهدف الاول واحد صفر للعنابي وكل المنافذ لم يدع مجالا لمرمى المنتقب القطري وتسهيل التعاصل مرة اخرى العرضية منتظرة والتغطية مبنان تاخل المنطقة يلعب الكرة الى الامام تبعد على جيئة الابن اليسرى محمد وعد عرضية وفرصة اشتركوا في القناة 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 افتتح التسيل واختتم افتتح التسيل واختتم اكرم عفيف سجل الثالث ثلاثية للادعم ثلاثية لقطر اكرم عفيف انهى المباراة تماما اكرم عفيف سجل لمنتخب القطري انطلاقه من الفنان حط الكورة بهدوء وفوق حرس المرمى يا سلام يا اكرم يا سلام يا فنان هدف جميل وانطلاقه رائعه لاعب عنده قيمة لاعب عنده قيمة لاعب عنده قدرة على ان يصنع الفارق من في اي لحظة شوف الكورة شوف الانطلاقه اكرم عفيف انطلق بسرعته ومهارته وحط الكورة حط الكورة حط الكورة ثلاثية للعنابي ثلاثية نظيفة ترجمة نانسي قنقر